أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة التحليل البيئة الوحدة الثانية الغلاف المائي هايدروسفير ونواصل لشرح تفاصيل هذه الوحدة وهنا نتناول الدورة المائية أي Water Cycle يتبخر الماء من المحيطات ثم يتكسف البخار ويتكون أو يكون سحب والتي تتكسف نتيجة لبرودة الهواء وتسقط الأمطار التي تكون البحيرات والأنهار وتتسرب خلال طبقات الأرض التي تكون المياه الجوفية وعندنا أهم مراحل هنا هنا التبخر وعندنا التكسف يتكسف بخار الماء ونزول الأمطار وأخيرا تتجمع في الأنهار ونقطة التجمع وهذه المراحل المهمة في الدورة المائية التبخر والتكسف أو نزول الأمطار والتجمع بشكل مبسط جدا بخار الماء في شكله الغادي يسمى بالرطوبة عندما تصل الرطوبة إلى 100% يتكسف بخار الماء التكثف أو الكوندنسيشن بالإنجليزي هو عبارة عن ارتباء جزيئات بخار الماء البعض عن طريق الرابطة الهيدروجينية لتكوين سائل الماء أو الثلج ونركز هنا على الرابطة الهيدروجينية ونوضحها بهذا الشكل إذا اعتبرنا هنا جزيئات الماء واحد واثنين وثلاثة وأربع جزيئات ما لأن الماء يتكون من اثنين هيدروجين وزر واحدة الأكسجين فإذا هذي جزيئات ما الرابطة الداخلية ما بين الهيدروجين والأكسجين داخل كل جزيئ هذه تسمى برابطة التساهمية كما موضح باللغة الإنجليزية هنا كوفيلان بونس أو الرابط التساهمية والرابطة ما بين زرة الهيدروجين في جزيئ ماء وأكسجين من جزيئ ماء آخر تسمى بالرابطة الهيدروجينية هيدروجين بونت أو رابط هيدروجيني هنا مرموز لها بهذا الشكل أو بالنقاط هنا الرابطة الهيدروجينية فهذه هي الروابط الهيدروجينية إذن هنا زرة الهيدروجين في جزيئ هذا الماء مشحون شحن جزئيا موجيبة وفي جزيئ الماء الآخر مشحون زرة الأكسجين جزئيا سالبة فلذا تتكون رابط ما بينهم تسمى الهيدروجيني وهنا أيضا واضح بهذا النقاط وهنا في هذا الجزيئ إذن عندنا أربع جزيئات ماء وسلاسة روابط هيدروجينية نلاحظه هنا بهذا النقاط وهنا ونلاحظ الرابط الأخرى هنا وبهذا تكون الماء السائل أو الثلج عن طريق الروابط الهوريجينية بالنسبة لجزيئات الماء تكون قطرات الماء في الهواء يسمى الضباب أو فوق أو السديم ميست وتسرب الماء خلال الطبقة الأرضية يسمى انفلتريشن أو جريان الماء على سطح الأرض ويسمى بالووتر رن أوف والماء المياه التي تترشح خلال التربة إلى الطبقات السفلة تكون ما يسمى بالمياه المسامية كابلري ووتر وهذه تمتص من قبل النباتات المياه التي تبقى في الأرض تسمى المياه الجاذبية أو جاي من كلمة جاذبية والتي تجمع مكون المياه الجوفية وتنساب إلى أسوأ مكون جيوب مائية ما يسمى بالإنجليزي Aquivers وهنا نرى بشكل مبسط جدا هنا عملية التبخر 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 ويكون في شكل بخار ويتكون هنا عندنا السحب وهنا نزول أمطار وهنا مسألة التجمع التجمع وهنا بشكل مبسط جدا نشوف دورة الماء في هذا الشكل البسيط ترجمة نانسي قنقر